مفيش شك ان العالم كله مبارح كان بيتابع مرافعة مصر امام محكمة العدل الدولية واللي قادتها الدكتورة ياسمين موسى واللي بتشغل منصب المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية المصري في الحقيقة كانت مرافعة للتاريخ مصر قدرت ان هي توثق السجل الاسود للاحتلال الاسرائيلي امام محكمة العدل الدولية وفضحت كل مخططات الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية في الحقيقة مرافعة مصر امبارح كانت قوية جدا ومشرفة وكشفت امام العالم كله موقف مصر اللي كان على مر التاريخ داعم للقضية الفلسطينية ووثقت كل جرائم الابادة الجماعية اللي كانت ترتكبها دولة الاحتلال ومازالت ترتكبها دولة الاحتلال ضد اهالي غزة وفلسطين واكدت ان الاحتلال بيعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتية مستحيلة على قطاع غزة وفرض سياسة الحصار والتجويع وايضا بتمنع وصول المساعدات الانسانية كمان الدكتورة ياسمين موسى نبهت الامر شديد الخطورة في الحقيقة خلال طبعا المرافعة وهي مخططات اسرائيل لاقتحام رفح الفلسطينية اللي موجود فيها اكتر من مليون و300 الف فلسطيني طبعا ما فيه شكل دا سيؤدي الى كارثة انسانية وايضا سيمثل خطر بكل تأكيد على الامن القوم المصر احنا النهاردة هيكون معنا فقرة مهمة جدا عن مرافعة مصر امام المحكمة الدولية والادلة اللي قدمتها ضد الاحتلال الاسرائيلي وكمان ردود الفعل الدولية على الجهود اللي قامت بها مصر في هذا الملف تابعونا في خلال الحلقة النهاردة عشان نتكلم ويكون معنا قراءة وافية عن هذا الموضوع بالتحديد مرة تانية بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخرية مصر اشتركوا في القناة